قرار بعد آخر تواصل اتخاذ المحكمة الاتحادية العليا بشكل يتعارض معروح الدستور العراقي والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الفيدرالية كان آخرها قرارات متعلقة بقانون الانتخابات في الإقليم وميلف رواتب موظفيه وهو ما عده مراقبون تجاوزا صارخا على الدستور وأن جميع القرارات سياسية ولا تمثل القانون بصلة قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان هو تجاوز على الدستور العراقي وبعيد كل البعد عن التفسير القانوني للمواد فإلغاء مقاعد الكويتا في برلمان كردستان يضر بالتعايش الموجود في الإقليم بين المكونات كافة هذه القرارات تعطي انطباعا واضحا حول تراجع الديمقراطية في العراق ناشطون من جانبهم أكد وجود خطة ممنهجة غايتها الاصطياد في الماء العكر للإضرار بكيان إقليم كردستان الدستور وحقوقه فالمحكمة الاتحادية تتخطى صلاحياتها وتتجاوز على الدستور في أكثر من مناسبة وتتناسى اتخاذ موقف من عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي على السبيل المثال وليس الحصر ما نراه الآن على الساحة العراقية وجود خطة ممنهجة للمساس بحقوق إقليم كردستان الدستورية عبر التجاوز على الدستور العراقي فالمحكمة الاتحادية لم تحرك ساكنا حتى اللحظة بخصوص تطبيق الدستور كالمادة 140 لكنها تتجاوز صلاحياتها وتصدر قرارات مشحفة بحق إقليم كردستان وشعبه وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اتخذت جملة من القرارات نهاية الأسبوع المنصر تمس بحقوق إقليم كردستان الدستورية ما ولد صخطا بين الأوساط الشعبية والسياسية في الإقليم لقناة زعبروس تيفيشان محمد السليمانية